يبدو أن جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ستتحول خلال المرحلة المقبلة إلى محاولة حل الصراع بين القوى الخارجية المؤثرة في الملف الليبي عوضا عن محاولة حل الصراع نفسه فصراع النفوذ في الساحة الليبية بين فرنسا وإيطاليا بات أكثر وضوحا بعد تجدد التلاسن بين باريس وروما إذ قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إن فرنسا لا ترغب في تهديئة الأوضاع في ليبيا التي يمزقها العنف بسبب مصالح الأولى في قطاع الطاقة متهما باريس كذلك بإفقار أفريقيا ومفاقمة أزمة الهجرة في المقابل فإن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر يحظى بدعم فرنسي كبير خلال عملياته العسكرية التي تتواصل حاليا في مناطق الجنوب الليبي بدعوى تطهيرها ممن يصفهم بالإرهابيين مناطق الجنوب بحسب مهتمين بالشأن الليبي كانت تعد منطقة نفوذ فرنسية لكن نظام العقيد الراحل معمر القذافي منح إيطاليا عقودا للتنقيب عن النفط في بعض حقولها من بينها حقل الشرارة النفطي الأمر الذي جعل من عملية حفتر في الجنوب استفزازا لإيطاليا التي دفعت بعثة الأمم المتحدة لإصدار بيان رافض لتلك العملية البيان الأممي دفع أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر إلى القول إن قواته تعتبر مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة خصما يساهم في الأزمة العنيفة التي تشهدها ليبيا مؤكدا أن المبعوث الأممي أصبح جزءا من الأزمة الليبية اللافت أن التصعيد الفرنسي الإيطالي الأخير يأتي في وقت يستعد فيه غسان سلامة لعقد المؤتمر الوطني الجامع الذي يحضر له منذ أشهر في سياق خططه لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا بعد أشهر بما يمهد لإنهاء الصراع الدموي الدائر هناك وبالنظر إلى هذه التطورات فإن الأزمة الليبية ربما ستستمر فصولها طالما استمر التدخل الأجنبي المدفوع لمصالح هذه الدولة أو تلك وطالما بقي الليبيون رهن نفوذ القوى الغربية في بلادهم